بدون توقف وبثقة عالية غادر نشاما منتخب 22 متجها إلى سلطانة عمان للدخول بالمعسكر الأخير قبل الانطلاق نحو نهائيات كأس آثية في نسختها الأولى حيث واجه منتخبنا الوطني منتخب الإمارات في مباراة مثيرة بانتظار ودية الصين لوضع اللمسات الأخيرة بالرغم من الغيابات الآن القضية والمشكلة التي تواجهنا هي اللاعبين المشتركين مع المنتخب الأول ارتائي اتحاد كرة القدم عن بول كابتن حسام انه شارك المنتخب الأول في غرب آسيا حوالي 6-7 لاعبين كتيبة وطنية بأكملها تتطلع للأفضل بمن حضر بعدما اعتذرت الاندية السعودية عن التحاق مصعب اللحام وخليل بني عطية رسميا نحن نعول على الخبرات السابقة لللاعبين على الانسجام القديم على طاقة اللاعب الأردن على الفكر اللي نحاول ندخله لللاعبين على الحالة النفسية اللي باستمرار نحن نشحد اللاعبين نشامة دائما على العاهد والوعد لكن بصراحة قدر الامكان نحاول انه نعمل توليفة جيدة تواجه أي ظرف كنا ربما نواجهه في النهايات نجوم شابة تسعى للظهور المشرف المجموعة الأولى بجانب عمان وكوريا الجنوبية ومينمار شباب بعزيمتهم وبإصرارهم إن شاء الله نقدرين نصاوي المستحيل إن شاء الله استعدادنا الحمد لله قوي معنا جهاز فني عصوية عالية لاعبين قدراتهم عالية الفنية والمهارية والبدنية إن شاء الله نقدر نفرح جمهور الأردني نشامة المنتخب سيواجهون الكوري الجنوبي في الحادي عشر من الشهر الجاري في عمان سيكتب من خلالها النشامة أول حروف الانتصار كما سطرها في مسيرة التأهل التي لم تشد انتكاسات لمنتخب متمكن وواثق بما يمتلك غيابات متعددة وعمل المستمر هذا هو عنوان القيادة الفنية الوطنية لمنتخب 22 وربما السعي لوصول أول لقب آسيوي على مستوى الأردن سيكون عن طريق هذا المنتخب يوسر بستنجي رؤية